ما تزال العلاقات الأمريكية التركية على شفا جورفن هار بسبب استمرار السياسات التركية التي تقف عثرة أمام إعادة الود بين البلدين العضوين في الناتو حيث قال بيان أصدرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إن ستة أعضاء في المجلس قدموا مشروع قانون يوم الخميس لفرض قيود على القروض التي تحصل عليها تركيا من المؤسسات المالية الدولية إلى أن تنهي الحكومة التركية ما أسمه أعضاء المجلس بالاعتقال الظالم لمواطنين أمريكيين هذه الخطوة تأتي في أعقاب قرار محكمة تركيا إبقاء القسر الأمريكي أندرو برانسون قيد الحبس على ذمة محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس وهي قضية عمقت الصدع في العلاقات بين البلدين بيان لجنة العلاقات الخارجية قال إن مشروع القانون الذي سمي قانون مؤسسات التمويل الدولية لتركيا يتضمن إصدار توجهات للمسؤولين الأمريكيين في البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بمعارضة القروض المستقبلية لتركيا باستثناء المخصص منها للأغراض الإنسانية البيان شدد أن الاعتراض على تلك القروض يجب أن يستمر إلى أن تنهي تركيا الاعتقال التعسفي أو منع حرية الحركة لمواطني الولايات المتحدة بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة أو الأعضاء المعينين محليا في البعثة الأمريكية في تركيا برانسون الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من عشرين عاما يواجه في حال إدانته السجنة خمسة وثلاثين عاما في التهم التي ينفيها حول مساعدة الجماعة التي تتهمها تركيا بأنها وراء محاولة انقلاب في 2016 ضد رئيس رجب طيب أردوغان وكذلك دعم مقاتلين أكراد ويقول المراقبون بأن الممارسات التركية بحق الرعاية الأمريكيين في البلاد تأتي في سياق الضغط على واشنطن من أجل تسليم أنقرة الداعي المعارض فتحالا غولن الأمر الذي أكده مسؤولون أتراك في مناسبات عدة ترجمة نانسي قنقر